اشتركوا في القناة فيه فتح عبد الوهاب ومية عز الدين ضمن أكتر المسلسلات الحقيقة مستنية تشوفها فيه كمان فاتن أمل حربي للنجمة نيلي كريم كمان النجمة يسرى فيه مسلسل أحلام سعيدة والواضح نوع مختلف عن مسلسل السنة اللي فاتت فيه قائمة كبيرة جدا من المسلسلات متنوعة الحقيقة هنشوفها في دراما رمضان عشرين وعشرين وعشرين خلينا نقرأ كده تفاصيلها المبدئية مع النقيدة الفنية الأستاذ الدعاء حلمي اللي نورونا نهارده في صباح الخير يا مصر صباح الخير عليكي نورونا في صباح الخير يا مصر صباح النور صباح الخير عليكي زي ما جمانا قالت معنا قايمة كبيرة جدا نوصل 30 مسلسل الوجبة الرمضانية والمرتون الرمضاني الجميل اللي احنا منتبعه كل سنة مسلسلات كتيرة بشرفة ابتدي معاكي ازاي بس نبتدي بالكبير قوي كنا لسه متكلم من شوية عنه الجزء السادس أحمد ميكي بيرجع مرة تانية للمنطقة الآمنة الكوميديا اللي هو يعني تميز فيها جدا جزء سادس بعد غياب سنة اللي فاتت شفناه في الاختيار اتنين بيقوم دور الضابط دور يعني درامي شايفها ازاي عودة الكبير قوي في موسم رمضان 2020 خليها كاميرا على سؤالك محمد بعد غياب دنيا سمير غالم لانها كانت تعامل مهم جدا من نجاح المسلسل هو ده هو دخل بماينوس وبوزيتيف معاكي انت مكملة زبونك مضمون الزبون المكون من طفولة بعض الشباب فبالتالي هو ضامن منطقة امنة زي ما حاك قلت فده قاطع معاه شوط كبير التركيبة كلها وحش الناس جوني وهزاع وفزاع ويعني التركيبة كلها شخصيات ابتبطنا بيها وحزا القوم وحزا القوم والإخفاءات وكل ده والميكس اللطيف ما بين الإنجلش والعربي وانت مش عارفة هو ده صعيد ولا مش صعيد هو ده فانتازيا ولا حد نتكلم بجد التركيبة دي وحشة للناس هنشوفها ازاي فيه تطور ولا لا هنروح في حتة أبعد من كده ولا لا هو ده اللي هنحنا كلنا مترقبينه ومستنيينه مش عارفين رحمة اللي هي بتقوم المفروض الزوجة بقى الجديدة الكبير قوي بعد دنيا سمير غانم هل هتمل الجاب ديه هي مونة هالة غالبا صح؟ لا رحمة أحمد رحمة أحمد اه هي أول مرة يعني نشوفها بشكل كبير كده دايما أدوار سغيرة فالمرة دي هل هتمنى الفراغ ده ولا لا هل هتعملوا من نفس منطلق شخصية دنيا سمير غانم ولا هيبقى ليها مفرداتها المختلفة فلا المسلسل فيه ان انت مستنيه عايزة تشوفي وعايزة تشوفي كمان ابن جوني هايبقى ايه الأخبار انا مستنيه ابن حزا القوم بقى فيه أجيال جديدة بقى أجيال جديد بقى بس يا ترى الصراح هيبقى عامل ازاي وشكله ايه بس احنا السنة دي اذا نقدر نقول ان احنا كسبانين مسلسلات كوميدية لان السنة فتت شوية ما كانش فيه عندنا كان فيه عندنا نقص كبير في المسلسلات الكوميدية لا السنة دي انتهى فيه طبعا كان نفسنا على موازي يبقى موجود بدنيا سمير غانم بس الموجود لغاية دلوقتي اظن وجبة كوميدية لطيفة طيب فيه مسلسل تاني بقى الناس فعلا قاعدة مستنية تشوف التركيبة دي ميعز الدين كمان طارق لطفي طب فتحي عبدالوهاب عمل واحد تحت اسم جزيرة غمام وبتوقيع كمان عبدالرحيم كمال مسلسل ده الناس قاعدة مستنية يعني كمان خصوصا بعد السنة اللي فاتت القاهرة كابل فانتي شايفة كده قراءتك المبدئية للمسلسل ده ايه؟ المسلسل صعيدي ده بقى اللي مخليني بقى كمان متشوقها اكتر احنا بقى كتير من احنا وشت صعيد وبقى كتير مفيش مسلسل صعيدي ده خلف الوجدان فيطرى المسلسل ده ايه الاخبار ما هي يا زدين بقى لها فترة ان هي دايما متصدرة دور البطولة بستيريوتيوب كده حفظين الدور تقريبا بيبقى شكله عامل ازاي؟ فاللوك متغير والاداء شكله مشوق جدا بان صعيدي بيلعب كبان على حتة صعيدي تاريخي يعني حاجة تاريخية من مئة سنة او قرية من مئة سنة فبيلعب على الجانب التاريخي وجانب البيئة الصعادية وده هاي الحق اقلي معادلة ان انا كان عندي غياب للمسلسل التاريخي كان عندي غياب للمسلسل الصعيدي بشكل كبير فانت متشوق للتركيبة دي طرق لطفي اعتقد ان هو بياخد حقه يعني بيرجع حقه لانه فعلا ممثل قدير زي ما بنقول مش عشان السن لا لا خالص هو قدير بجد متملك ادواته بشكل كبير التركيبة كلها تبقى عملنا زي حسين المنباوي مخرج متميز جدا نفرض نفسه في الفتوة شفنا الصورة كانت مختلفة فبالتالي احنا شايفين كادرات مختلفة شايفين اخراج مختلف بس يطرى الميكس ما بين حسين المنباوي هو ده بيرسم اكتر باللوحة مع كاتب بيرسم كمان بالكلمات الميكس ده هيطلع علينا ايه؟ جميل طب نروح معاك بقى للاختيار ثلاثة لانه كلنا ارتبطنا بالاختيار واحد والاختيار اتنين والسنة دي الاختيار ثلاثة هيقدم دور رجال الشرطة والجيش في مواجهة الارهاب فكرة الدراما الوثائقية بمزج ما بين المشاهد اللي حصلت واللي احنا شفناها وتبعناها كلنا والدراما بشكل كبير وكمان السنة دي احنا بتكلم قدام ثلاثة مرعب احنا احمد عز كريم عبد العزيز احمد السقع يعني ثلاثة من نجوم الصف الاول الاختيار ثلاثة مختلف في السنة دي؟ اكيد تحدي كبير انا شفت كل برموهات ده بقى المستنيه بجد لان فكرة زي ما حاج بتقول هو مش بس توثيقي ده انت توثيقي وبترجع لحاجة فترة زمانية كلها عشناه فانت عارف اليوم ده حصل في ايه واليوم ده انت كنت فين؟ ويطره حصل بالملابسات دي ولا لا ده انت ففيه كمان لود اكبر ان فيه المشاهد حد ذاته مراجع تاريخي يعني هو عاشي الايام دي فلا الحقيقة احنا وصلنا لمرحلة سواء الاختيار واحد او الاختيار نين زي ما حالك قلت في حالة تماث مرعبة مع الناس الناس بجسمها بيقى شعر وبتعيق وبتضحك وبتتبسط بتتمثل المشاعر كلها وهي بتتفرج يعني وعارف ان ده شفيد وعارف ان هاشت فين وفيه وقتة كمان مهمة ان هي بقى فيه فيديوهات موثقة من الحقيقة مش مجرد ان احنا بنجسد واقع عشنا لا احنا بنجيب من الارشيف احداث حصلت بالفعل ده قمة التحدي سواء للصناع او لكمان للمتلقي ان هو يقبل ان يشوف ده مصنوع وهو عارف انه مصنوع بس انت بتحسسه ان هو طبيعا دي اللعبة الفنية بقى اللعبة الفنية هي دي اللعبقرية بصراحة اللي التيم وورك ده عارف يعملها وعارف يخلي المتابع يتابع مواضيع جفة ومواضيع موجعة لكن انت بتتبعها وانت عارف ان انت بتتابع عمل فني فالمكس ده الحقيقة اتعمل بشكل هايل واعتقد ان المرة دي هيبقى اقوى اثبت انه كمان احنا كنا متعطشين لنوعية دي من المسلسلات لانها مكنتش موجودة لفترة كبيرة جدا او حتى لما كانت تبقى موجودة مكنتش بتقدم بالشكل اللي يقدر يتفاهم مع عقلية المشاهد دلوقتي بعدين انت دايما كان ببقى اي لمحة تاريخية تستاني جيل او تستاني 30 سنة عشان تقدر تطلع الملفات دي لا الملفات بقى مطروحة وانت عايشاها وده مش بس كمان عندك العائدون نفس القصة ده بقى سؤالي اللي جاي العائدون احنا شايفين البرومو شفنا البوستر امير كرارة برضو من الشخصيات اللي احنا بقوا من الممثلين والفنين اللي احنا بقى نستناهم في رمضان ده هي بس هو التحدي المرادي الامير كرارة انت تقريبا دي سادس مرة يلعب شخصية الزابط بالزبط كلبشة احنا بكلم الانصاري الانصاري هو بطل كلبشة كم جزء فانت هبقى هنا بقى التحدي الامير كرارة بقى كممثل هل هيبقى كتالوج مختلف الشخصية الزابط هتقديها تبنتي حاسة من بداية كده من البوستر حاسة انه هيبقى الشكل مختلف هيبقى مختلف لان احنا رايحين عوالم مختلفة كمان الملف نفسه دسم وصعب وتقيل لان فكرة العائدون من داعش اللي هي القنبلة النووية اللي حظر منها الرئيس في اكتر بالمناسبة ما كان بيقولوا دول اوروبا خدوا بالكوا انتوا بترعوا قنابل موقوتة فالحقيقة هنا بقى بنشوفوا يا ترى القنابل دي هنشوفها بجد هي دي بقى التحدي طب احلام سعيدة ليسرى بترجع مرة تانية مسلسل كوميدي شوية يعني حضرتك قلت احنا مساحة المسلسلات الكوميدية بتقل للأسف ففيه الكبير قوي الجزء السادس وكمان احلام سعيدة ليسرى عالم المدارس والمدرسين وثلاث اصدقاء ومدرسات يسرى بتظهر بشكل جديد؟ يسرى بقى انا من شارباتلوز ما روحناش للكوميديا خالص فالمرة دي هي اعتقد ان هي عاملة حاجة مختلفة وهتبقى مفاجئة للناس هم ثلاث صاحبات بس بيتعرفوا ازاي ده اللي هنعرفه بقى من المسلسل حياتهم مكملة ازاي هي الست تركيبة شوية بكيزة دراماليا الست الهانم اخرطية جدا بس الشنطة واضح انها مش ملينا هشايفين شوية مساهد ديها كده بس انها مختلفة طبعا ايواي بالضبط لانهم قالوا عن المسلسل ان هي تقريبا ملامح الحكاية راحة فين فده برضو تحدي جديد وبردو منطقة جديدة هي الميزة السنادي فكرة ان انت مفيش حاجة انت متوقعها هتلاقيها انت حتى الكارتو موجود انت حتى الصعيدي موجود الحقيقة الوليمة الرمضانية السنة دي فيها اعطينا وفيها غزل كده فيها تفاصيل طيب عشان وقتنا انا هقولك انا ومحمد اسمي مسلسلات سريعة وتقولنا قراءتك المبدئية سريعا جدا بنج بونج كده على طول خليها تروح ترجعيني هوا وطولة خالد النبوي وحشنا بقاله كتير قوي ما عملش بطولة مطلقة من ساعة تقريبا مملك النار يمكن شوفنا حاجات لكن خالد النبوي المرادي متراستق من العيار التقيل فالتركيبة نفسها برضو عايزين نشوفها وشكلها ازاي دايما عامر مصطفى شعبان رحنا حتى بقالنا كتير ما رحنا رهوش مش ما رحنا رهوش قبل كده كان فيه فترة كده تيور الشمس وكان فيه فترة في التسعينات وبداية الالفنات كان فيه اهتمام بالمدارس المرادي عايزين نشوف مدارسنا بأم ولادنا وصلوا الفين فدي برضو لمحة زكيا هم يروحوا برضو الكوميدي فاشوفيه تلاتة ولسه كمان في حضر القريبان مسلسل اه اكرم حسني اه اه اعظت مكتوب عليها الحمد لله اربع السلفات فكتش تقريبا فيها حاجة سهي طيب بنار كده يعني بشكل عام شايفة انه تقييمك السنة دي مبدئيا للدراما زي ما انت قلت هي وليمة دسمة فيها كل حاجة ومتروعة فعلا لو هنقارن بالسنة اللي فاتت مقارنة سريع جدا لا فيه فرق كبير لان عارفة انا دايما الفايصل عندي ايه اذا كان الموسم الرمضاني ناجح ولا لا بسألك بعدها بسنة انت فاكرة ايه من السنة اللي فاتت فهتقولي لي فاكرة الاختيار وتستني شويتين ترات على مما تفتكري الزبائي ده اللي هو بيقولك انت وصل الفين لا انا ان شاء الله مرهنة ان السنة الجاية هسألك انت تفرجتي على ايه او ايه المساعدة انت فاكرة هتفتكري هو الحقيقي ان الدراما المصرية او الدراما تلفزيونية بقى فيه نقل على مستوى الصورة مستوى الكتابة الورق مختلف الافكار الصورة اختلفت كمان احنا بقى انا كم سنة جميلة منشوف صورة هي اقرب للسينما في كل مشاهدها يعني يعني بيش دراما تلفزيون نحن كلمة دراما سينمائية على شاشة التلفزيون وده برضو فكرة المواهب الجديدة والدم الجديد اللي بيخش ولسه اللي جاي اعتقد هي بقى افضل وافضل اكتر اعتقد كمان ان احنا شايفين البطولة الجماعية كمان انتغية بشكل كبير الناس اللي كانت بتتمسك بأدوار البطولة رجعت مرة تانية خطوة الورا كده وبقت تفضل او شايفة ان البطولة الجماعية دلوقتي يعني الناس بتفضلها مؤخرا هو الميزة الحقيقية اللي احنا ملاحظة السنة دي ان الناس شغال على المحتوى المحتوى ده يشيروا خمسين واحد زي ما يشيروا تلاتة لا يشيروا اتنين محتوى هو اللي سيء وده اللي كنا بننادي بيه طول الوقت يا جماعة نجري شوية ورق ان الورق هو البطل اخر سؤال فكرة المسلسل تلاتين حلقة احنا شوفنا رمضان اللي فات كان فيه مسلسلين في الشهر خمستاشر وخمستاشر وبعض الناس حبوا فكرة انه ما بقاش فيه مط وتطوير لان دي دايما هي المشكلة او القافة اللي كل سنة بنتكلم عنها دي فكرة حلوة ان احنا نشتغل مسلسلين في شهر واحد اكتر من فكرة تلاتين حلقة هو يريد بس الفكرة انت محكوم باعلانية وكالة اعلانية وحسابات تانية احنا مش عارفين دهاليزها واخبارها ايه لكن واضح ان احنا اعتدنا على فكرة التلاتين حلقة فالسنة دي هنكمل مع بعض في التلاتين حلقة عن دعاء حلمي ناقذة الفنية نورتين واعتقد هيكون لنا لقاءات تانية كتير بقى ان شاء الله خلال شهر رمضان عشان نتكلم بشكل اكبر عن المسلسلات اللي موجودة بنشكرك شكرا جزيلا من نورانا كل سنة وانتي طيبة او انتي طيبة ومرسي جدا لك دائما بتنورينا وتشرفينا اشتركوا في القناة